العين ورؤية الضوء في عين نايت فيجين كيف حال عينيك يا سالم؟ الحمد لله عليك أن تتبع نصائح الطبيب وأن لا تتعرض مباشرة لأشعة المصباح حسنا يا أمي هل تعلم كيف نرى ضوء المصباح؟ لا يا أبي عندما تنظر إلى المصباح فإنك تراه عن طريق الضوء المنبعيف منه أما الكتاب فإنك تراه لأنه يهكس ضوء المصباح الساقط عليه ومما تتكون العين؟ من عدة أجزاء منها القرانية وهي طبقة شفافة من العين ثم عدسة العين وهي شفافة أيضاً وتسهم مع القرانية في مساعدة الضوء على الانكسار لتتركز تلك الأشعة في الشبكية وكذلك للتحكم في كمية الضوء الداخلة إلى العين وتغير عدسة العين من شكلها لتغير البعد البؤرية للعين حتى تتمكن من التركيز على الأشياء على مسافات مختلفة في شبكية العين وكيف تميز الشبكية بين ألوان الأجسام؟ إن الضوء المرئي يتكون من ألوان الطيف وعندما تسقط الأشعة على جسم ما فإنه يمتص أطوالاً موجية لألوان معينة ويعكس طولاً موجياً معيناً فنراه باللون الذي يعكسه معنى هذا أنني حين أرى التفاحة حمراء أراها لأنها تمتص كل الأطوال الموجية وتعكس الطول الموجية للأحمر أحسنت سمعت الطبيب يقول إن العين السليمة ترى الأجسام بوضوح من مسافة 25 سنتمتراً وحتى 6 أمتار صحيح أما الأشخاص الذين لا يستطيعون رؤية الأجسام بوضوح خلال هذه المسافة فهم مصابون إما بقصر النظر أو طول النظر وما المقصود بقصر النظر؟ هو رؤية الأجسام القريبة بوضوح ورؤية الأجسام البعيدة مشوشة حيث تتكون الصورة قبل الشبكية وما أسبابه؟ واحد تكون كرة العين أكبر حجماً أو أكثر استطالة من الشخص السليم اثنان زيادة تحد بعدسة العين وكيف يعالج؟ بإحدى طريقتين وضع عدسة زجاجية أو بلاستيكية مقاعرة أو إجراء عملية تصحيح الإبصار بالليزك وما ذا عن طول النظر يا أبي؟ هو رؤية الأجسام البعيدة بوضوح ورؤية الأجسام القريبة مشوشة حيث تتكون الصورة بعد الشبكية وما أسبابه؟ الأسباب هي واحد كرة العين تكون قصيرة عن الحجم الطبيعي اثنان نقص تحد بعدسة العين وكيف يعالج؟ يعالج بإحدى طريقتين هما وضع عدسة زجاجية أو بلاستيكية محدبة أو إجراء عملية تصحيح الإبصار بالليزك ولكن كيف أرى عندما يكون الضوء خافتا؟ الخلايا المسؤولة عن الرؤية في حالة الضوء الخافت هي الخلايا العصوية وتسمى بهذا الاسم لأن شكلها يشبه العصي ولها حساسية شديدة للضوء أما مسؤولية الرؤية في حالة الضوء الساطع فتقع على الخلايا المخروطية وهي تعمل على وجه أفضل في الضوء الساطع نسبيا ويصل عدد المخاريط في العين البشرية إلى عدة ملايين كما أن الخلايا المخروطية في الواقع أقل حساسية للضوء من الخلايا العصوية ومن المسؤول من تلك الخلايا عن إدراك اللون؟ الخلايا المخروطية هي المسؤولة عن عملية الإدراك اللونية هناك عادة ثلاثة أنواع من المخاريط تستجيب لتغيرات اللون بطرق مختلفة ولهذا يتمتع الإنسان عادة برؤية ثلاثية اللون وما هذه الأنواع؟ الأول حساس للون الأحمر الثاني حساس للون الأخضر الثالث حساس للون الأزرق وعندما يعاني الشخص من قلة وجود إحدى أنواع المخاريط في شبكية العين أو أكثر فإنه يكون مصابا بمرض عام الألوان والآن وصلنا إلى المنزل لقد استفدت كثيرا اليوم شكرا لكما الآن سألخص ما تعلمت اليوم العين السليمة هي التي تتجمع الأشعة فيها بصورة صحيحة على الشبكية ويرى الشخص الأجسام بوضوح من مسافة 25 سنتمترا وحتى 6 أمتار قصر النظر هو رؤية الأجسام القريبة بوضوح ورؤية الأجسام البعيدة مشوشة حيث تتكون الصورة قبل الشبكية طول النظر هو رؤية الأجسام البعيدة بوضوح ورؤية الأجسام القريبة مشوشة حيث تتكون الصورة بعد الشبكية الخلايا العصوية هي الخلايا المسؤولة عن الرؤية في حالة الضوء الخافت الخلايا المخروطية هي الخلايا المسؤولة عن الرؤية في حالة الضوء الساطع كما أنها مسؤولة عن عملية الإدراك اللوني